في عام 1404 حادثة أو مفرق مهم في تاريخ الجزيرة وفي تاريخ خالد المالك كتب الدكتور غازي قصابير الله يرحمها رسالة المتنبي إلى سيف الدولة كقصيدة و يعني صارت على قولتنا زعلة كبيرة طلب من خالد المالك أنه يستقيل استقال خالد المالك ما التداعيات التي حدثت بعد هذه الاستقالة يعني أولا لم يطلب مباشرة الاستقالة يمكن مضى حوالي شهرين بعدها طلب من الاستقالة أيضا الدكتور هذا لم يتم مقالته فورا وإنما أخذ بعض الوقت رجع غازيك سيبي قبل سفير في البحرين ثم في بريطانيا ورجع ثانية وزير بالنسبة لي أنا طبعا تركت الجزيرة واختجازة طويلة طبعا خارج المملكة مع عائلتي ثم عدت لأجد حضاء الرؤساء التحرير والمدررامين قد اتخذوا بقرار بأن ينشون شركة لتوزيع الصحة لغانا رجرة